تمت اتفاقية بين المرصد وبين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما هو محتوى هذه الاتفاقيات وأهدافها وأول مرة لأول مرة هذه الاتفاقية تتم هذه أولا شركة نموذجية التي تربط ما بين المرصد الوطنية للتنمية البشرية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية واللي عندها واحد الهدف استراتيجي هو القيام بأكبر عملية ديال الأبحاث الميدانية على المستوى الترابي والجهوي من أجل تجميع وتخزين مجموعة ديال المعطيات اللي كتهم الأسر المغربية حوالي غادي نستهدفو حوالي 35 أو 36 ألف أسر مغربية في مختلف جهات المملكة هذه المعطيات والبيانات كتهم مختلف مناحي الحياة ديال الأسر المغربية سواء متعلق الأمر بالمعطيات الصحية المعطيات الديمغرافية الأشخاص في وضعية هشاشة الممارسات الغدائية بالإضافة لمجموعة ديال الجوانب المتعلقة بتعليم الأطفال تربية الأبناء ووضعية الفتاة والمرأة بشكل خاص كذلك هذه العملية بقدر ما هي عملية كبيرة ومهمة هي كتعكس كذلك الروح ديال التعاون والشراكة اللي كتجمع ما بين المؤسستين ما بين المرسد الوطنية المية البشرية والمبادرة الوطنية واللي الهدف منها في آخر المطاف هو التمكن من تشكيل واحد القاهدة ديال المعطيات اللي غادي تمد نظام المعلومات المبادرة الوطنية المية البشرية بمجموعة من المعلومات اللي غادي تساهم مستقبلاً وغادي تساعد المبادرة من أنها تدير تصورات البرامج المستقبلية ديالها وبتاليفة انطلاقاً من الخبرة اللي راكمها المرسد على مستوى الأبحاث الميدانية وتقييم مختلف البرامج المتعلقة كمية البشرية غادي نقوم بهذا المهمة بالاستيناد على واحد الفارق كبير ديال الباحثين الميدانيين واللي غادي يمكننا باش أننا نشكلوا واحد صورة عامة حول الحاجيات ديال المواطنات والمواطنين الشيء اللي غادي ساعد المبادرة في المستقبل على أنها تصيغل برامج ديالها نعم إذن هذه الخبرة ديالكم غا تساعد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في خلق برامج اللي تنفع الساكنة وتنفع المجتمع المغربي كما كنتعرفو في المرسد الوطني التنمية البشرية وحديتها بمبادرة ملكية سامية سنة 2006 في واحد سياق خاص السياق هذا السياق فيه جوج ديال الأحداث الأساسية هو نشر التقرير الخمسينية لتنمية البشرية وإطلاق جلالة الملك للورش الملكي الكبير ديال المبادرة الوطنية لتنمية البشرية في هذه السياق تم إحداث ديال المرسد واللي تعطيته كمهمة أساسية تقييم وتحليل مختلف برامج تنمية البشرية ومن ضمنها بشكل خاص المبادرة الوطنية لتنمية البشرية لذلك كان هذا العلاقة ديال التعاون والشاركة بحكم الاختصاصات ديال المرسد وكذلك بحكم تجربة اللي اللي راكمها المرسد يجب تأكيد في هذا الاتجاه لأن المرسد قام بتقييم ديال المرحلة الأولى والمرحلة الثانية ديال المبادرة الوطنية لتنمية البشرية وحنو الآن بصدد إنهاء تقييم ديال المرحلة الثالثة اللي هي شرفت على الانتهاء وبالتالي فالمرسد راكم مجموعة من الخبرات مجموعة من التقنيات اللي غادي تمكنوا باش أنه يساهم في هذا المجهود وهذه المبادرات اللي كتقوم بها المبادرة الوطنية لتنمية البشرية وهذه المقاربة العلمية المتجددة لينهجتها المبادرة لكي تصيغل برامج هذه المستقبلية بناء على معطيات واقعية مرتبطة بالحاجات الحقيقية للمواطنين والأسر المغربية في جميع جهات المملكة التفاقية والشاركة عندها مدة أعتقد هي شحلة تقريباً ستكون هذه الشاركة هذه الشاركة ممتدة في الزمن هي تلات سنوات عندنا هذا المشروع الأولي اللي هو هذا البحث الميداني بالإضافة إلى عقد اتفاقية خصوصية اللي غدي نقوم بها مع السيدات ومع السادة الولاد رؤساء الليجان الجهوية للتنمية البشرية اللي غدي يواكبونا من أجل إنجاز هذه الأبحاث الميدانية على أرض الواقع من خلال مختلف البنيات الإدارية لموضوعها رغم الإشارة لهم وطبعاً هذا سيكون واحد المدخل الأساسي لتعميق هذا التعاون وهذه الشاركة بين الجانبين شكراً ساعتمان شكراً 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 شكراً